أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم علي بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانون يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقل سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الظالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا ونات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذرا منهم وقال الكافرون هذا شاعر كذاب أجعل الآلهة إنها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشروا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما شمعنا بهذا في الملة الآقوة إن هذا إلا ختناق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك الشماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهلوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوح واصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فهق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحشاب إصبر عنا ما يكونون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخضن الجبال معه ويسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب واشدادنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصب إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالهرق ولا تسطت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخينه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سنيمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حبا صي عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالشوق والأعناق ولقل فتنا سنيمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفرني وغبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فشخرنا له فشخرنا لحريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بنائر وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض بردلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومسنهم معهم رحمة من الله وذكران أولي الألباب واخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صامرا نعم العبد إنه أغواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار إنا أخذسناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدد مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يبعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاضين لشر مآب كهنم يصنونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتوا لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزله عذابا ضعفا في النار فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصور إن ذلك دهق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الوفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للمنائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من وحي فقعوا له ساجدين فسجد المنائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالهق والهق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نلبأه بعد حين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم فانزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالهوق فعبد الله مخرصا له الدين أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهر خلق السماوات والأرض بالهق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسصر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك والله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تدر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مردئكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوده معمتا من منسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع من كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم بالذين حسنوا في نار الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخرصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخرصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خشروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظنل من النار ومن تحتهم ظنل ذلك يقوق الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين نداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن همق علي كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من الشماء ماء فسنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زلعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله وحطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاشية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جدود الذين يخشون ربهم صمة لنجدودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضرد الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله القذية في الحياة الدنيا والعذاب الآثرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عرج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون